نجد الله تبارك وتعالى قد قدم القول على المغفرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى لماذا قدم قول على مغفرة هو بينظر إلى الأثر اللي حيقع على نفسية السائل الجريح انت مدتوش نفسه انكسرت مجروحة نفسيته عاوزين نبالسم نعالج نفسيته العلاج علمنا القرآن حاجة من الاتنين يا كلمة جميلة طيبة اعتذار مهذب لو او ان كان اساء في الكلام تا يعني محدش معاه فلوس اللي انت تسمحه تتجاوز تقول له معلش الله يسمعك مش اي حاجة ليه قدم القول بقى لأن القول أسرع وأوضح في اشعار السائل بالحب له والرجاء في انه يسامح انت عاوز يسمحك انت عاوز تعتذر له انت عاوز تصرفه ممعكش الظروف مش مساعدة لسيت فلوسك تقوم تشعره بانك انت محترم وقوي وحطه فوق راسك من فوق وده اللي واجب مش لأن ربنا اختارك واختصك بالبال دونه تتقلع عليه وعاوز تركب على دماغه من فوق ما ينفعش الذي اعطاك يمكن ان يعطيه والذي اغناك قادر على ان يغنيه لكنها اقدار الله في كونه خلقه كذلك لحكم وجعله كذلك لحكم وانت كنت كذلك ايضا لحكم والموفق فيكما من يلتزم بهدي الله سبحانه فلأن القول الطيب الجذاب اللطيف الحاني العطوف اكثر برا بالسائل من مسامحتك له على اساءة او جلافة قدمه ادي يبقى هو بيقدم الاكثر اثر طيب ولأن المغصرة حتيجي بعد اساءة من السائل هو الاول سألك انت حتعتذر له ممكن يتطاول عليك ان تغفر سأل ما معكش تدي تعتذر تطاول تراضي وتسامح هي دي اخلاء الاسلام طيب ليه وصف سؤال تاني هو لماذا وصف الله القول فقال قول معروف ولم يصف المغفرة قالوا مغفرة بس ما وصفش ليه لأن القول منهما هو طيب ومنهما هو غير طيب منهما هو حسن ومنهما هو قبيح فالشتم قوح والدعاء له قوح لذلك خص القول بالوصف فقال معروف يعني معروف جماله وطيبه ودفءه وعطفه في المجتمع الذي تعيش فيه فاصل